بسم الله والحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله وأهلا وسهلا بكم إخواني الطلاب وأخواتي الطالبات في التعليم المستمر للصف الثاني الابتدائي لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أجدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذا الدرس والذي سيكون بإذن الله تعالى استكمالا لحفظ صورة البلد واليوم بإذن الله تعالى سنختم سويا حفظ هذه الصورة المباركة ولكن قبل أن نبدأ في ذلك دعونا نذكر أنفسنا بآداب تلاوة القرآن الكريم فمن آداب تلاوة القرآن الكريم أن يكون الإنسان على طهارة وعلى وضوء عند مسه للمصحف كذلك من الآداب أن يشتعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم عند بدء القراءة وأن يبسمل عند بدء الصورة كذلك من الآيات أن يرتل وأن يحسن صوته بالقراءة كذلك من الآداب أن يتدبر ويفهم معاني الآيات وهذه الآداب من الهدي النبوي الذي كان عليه رسولنا عليه الصلاة والسلام عند تلاوته للقرآن الآن دعونا إخواني وأخواتي وقبل أن نبدأ في درسنا الجديد نراجع سويا ما أخذناه في الدروس الماضية وقد أخذنا من الآية الأولى وحتى الآية الخامسة عشر سأقرأ هذه الآيات وأنتم كرروا معي حتى نتق سويا هذه الآيات بإذن الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وَأَنْتَ حِلُّمْ بِهَذَا الْبَلَدَ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدَ أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدًا يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدًا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجَدَيْنِ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ فَكُّ رَقَبَةِ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةِ يَتِي مَنْ ذَا مَقْرَبَةِ بارك الله فيكم إخواني وأخواتي وبعد أن استذكرنا وإياكم المحفوظ السابق من هذه الآيات دعونا الآن نستكمل بقية هذه الصورة المباركة من الآية السادسة عشر وحتى الآية العشرون بإذن الله تعالى سأقرأ الآيات وأنتم بارك الله فيكم كرروا معي حتى تتقنوا هذه الآيات بالشكل المطلوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أَوْ مِسْكِينَا ذَا مَتْرَبَةِ أَوْ مِسْكِينَا ذَا مَتْرَبَةِ أَوْ مِسْكِينَا ذَا مَتْرَبَةِ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْ بِالصَّبِرِ وَتَوَاصَوْ بِالْمَرْحَمَةِ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْ بِالصَّبِرِ وَتَوَاصَوْ بِالْمَرْحَمَةِ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْ بِالصَّبِرِ وَتَوَاصَوْ بِالْمَرْحَمَةِ أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة بارك الله فيكم إخواني وأخواتي وبعد أن تلونا وكررنا ورددنا سويا هذه الآيات أو نسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة أو نسكينا ذا متربة أو نسكينا ذا متربة أو نسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بارك الله فيكم إخواني وأخواتي وبعد أن استمعنا وإياكم إلى القارئ في قوله سبحانه أو مسكينا ذا متربة هنا تنوين أتى بعده حرف الذال وهنا الحكم أحسنتم الإخفاء لأن الذال من حروف الإخفاء إذن هنا حكم التنوين هو الإخفاء أيضا من الأحكام في قوله سبحانه ثم هنا ميم مشددة والميم المشددة حكمها أحسنتم الغنة بمقدار حركتين تماما مثل حكم النون المشددة إذن النون والميم إذا أتت مشددتين فإنهما يغنان بمقدار حركتين أيضا من الأحكام في قوله سبحانه أولئك هنا مد ما نوع المد؟ أحسنتم مد متصل لماذا متصل؟ لاتصال المد والهمز في كلمة واحدة فإذا اتصل الهمز والمد في كلمة واحدة سميناه مدا متصلا والمد المتصل حكمه أحسنتم وجوب المد بمقدار أربع إلى خمس حركات أولئك أولئك هكذا يكون وجوب المد أيضا من الأحكام في قوله سبحانه سبحانه هم أصحاب هنا ميم ساكنة وأتى بعدها حرف الهمز فما هو الحكم هنا؟ أحسنتم الحكم هنا الإظهار لأن الهمز من حروف الإظهار فالميم الساكنة إذا أتى بعدها حرف الهمز أو الهمزة فإن حكمها الإظهار أيضا من الأحكام في قوله سبحانه عليهم نار ميم ساكنة أتى بعدها حرف النون فالحكم هنا أحسنتم كذلك الإظهار لأن النون من حروف الإظهار في قوله سبحانه نار مؤصدة تنوين أتى بعده حرف الميم والميم من حروف أحسنتم الإدغام بغنة من حروف الإدغام بغنة إذن هنا يكون حكم التنوين الإدغام بغنة هذه أبرز الأحكام التجويدية التي جاءت في هذه الآيات والآن دعونا ننتقل إلى معاني الكلمات قال سبحانه بعد أن ذكر عز وجل ما الذي يهون على الإنسان مشقة الآخرة وذلك بإنفاق المال إما بعتق رقبه أو أن يطعم مسكينا في يوم شديد المجاعة والأفضل أن يكون اليتيم لأنه قريب وقال سبحانه أو مسكينا ذا متربة أي فقيرا معدما لا شيء عنده ثم قال سبحانه أن أصحاب هذا الفعل أولئك أصحاب الميمنة أي هم أصحاب اليمين الذين يؤخذ بهم يوم القيامة ذات اليمين إلى الجنة وفي النقيض تماما قال سبحانه والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة فالذين كفروا بالقرآن هم الذين يؤخذ بهم يوم القيامة ذات الشمال إلى النار عليهم نار مؤصدة أي أن جزاءهم جهنم مطبقة مغلقة عليهم وهذا هو حالهم في يوم القيامة وعند الجزاء والحساب إذن إخواني وأخواتي أشكر لكم هذه المشاركات الرائعة والجميلة وأتمنى منكم حفظ صورة البلد حفظا متقنا وصحيحا وأن لا تهملوا مراجعة هذه الصورة حتى لا تنسى بإذن الله تعالى نلتقيكم على خير نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته